اشتركوا في القناة 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 ده ده اللي بيطر الشعر اللي هو الارتنبراجد الناحة التانية الارتنجليز ياله ده ايه ده اللي هو التوم اللي هو البيوتين اللي هو الجوجوبة اللي هو البنبكين اكستراكت مش هلاحي بانسنول والله محاضر فيها لكتك اسد عشان نشلك القشرة هيتقل الشعراء هيلقي شعرك حلو جميل يبنت بتقل الشعر يبنت بتحدي من تساقط يبنت بتنعم الشعر شعرك بقى تحفى يبعادي بقى عن الاكستنشن بقى حتى الاكستنشن غالي ومش حل هو بيبقى برضو لي اضرار تاني انا عايز افهم حاجة لو انت فرضا اتجاوزتي هتروح يشيرلول الاكستنشن وشيرلول الكريريك وشيرلول مش عارف ايه و ايه و ايه ما هيتخض هتبقى عاملة زي فيلمس بتاع سامير غانم لما اتشارت كل حاجة هو اقول لك عريس سماي مهيامة مش كده يعني ايه ما فيه شكلة مختلف يان هارسوا منها البنية ده حاجة غلبة والله العظيم خليهم في انا عشان كده معجب بيكي جدا والله العظيم ازاي يعني الشكل الطريقة كل حاجة والله العظيم من احلى من احلى بنات من احلى والله العظيم اقسم بالله عمري في حيتي ما قلتها هاتلي برامجي كلها من اولها لاخيرها طلعت مع ناشها ومصطفى طلعت مش عارف مع مها احمد طلعت مع كل الناس بسم الله ما شاء الله انت في حيتي تانية خالص ربنا يهتم لدي في نفسك برينسيس حاجة كده اقسم بالله مش قادر يقولك انت عايزة احسن من كده كم ربنا يخليك والله ان انت بتديني باور مش باور مش باور هي بتاعها فتلبس يا جماعة زوجة حل لها خدوط طبيعية كويسة جدا بتهتم بتهتم بالجمال الطبيعي انا والله ما عرف انت استخدمتي ولا لا فهمها ازاي بس انا شايف ان انت بتستخدم ايه عسل حاجة طبيعية دي عمرها ما هتستخدم فيلر ولا بوتوكس ولا بوز نفسها وتبقى كده هو لان مدام بستخدم الكلامة انت معها فهمها بوتوكس ايه ما بقولك البوتوكس اقوى ايه سبعين مليون مرة من سم البكبرى بحك بحقن سم السموم طبعا اه فيلر انت هتحاني فيلر بزمتك شايفها الشفايفي وهم بيعقسونك شفايفي ايه رايك ها اعمل زموعة الشفايفي فيك كده اه طبعي خدود طبعي طب الرسمة طبعي اه لا طبعا الشعر طبيعي ايه مفيش حبوب اه طبعا عشان فيها جلياكوليك أسد حامل بروف الاكبر بروف البسكس بتعمل حماية للبش طب الشعر مفوش ولا اشرح حلو كده جلو فرم ده في كافيين كارنتين جرابسيد اكستراكت داميسيكون ألوفيرا اكستراكت ألانتون فانت من اي 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 يا جماعة الكافيين اللي واحده الكافيين اللي واحده زمان كانوا بيحطوها عالبط بيخسس يا جماعة هم فرحانين موت بدا ليه جل ايه اللي بيخسس يا بشا بيخسس ازاي بقل للأكل تدريجيا وحط الجلو فرم بيظهر نفقته بعد قد ايه ده والله من اول اسبوع فانا بعمله انا بص اهو نقدر هو نقدر محط شجلو فرم يعني ازاي يعني ازاي كم مرة استخدمه لانا حتى بحطه على الرقبة تحطيه كم مرة كل يوم كل يوم يا بنتي هو اصلا مش عايز زوادك ميت ميلي بس بكافي مش بالكتر انا مكتر كده كده متكترت كده اه لا لا انا عزي حطه على الرقبة هاتي محمر هاري خلق على طول فانا ازاي اهو بيغير لون البشرة خاضر الجلد اه لا 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 ده احنا حطتنا اللي هو ايه بيعملك بقى ايه اللي هو توحيد لللون اه هو كو اردينيتك للسكن بس هو دلوقتي انا عايز اشد الرقبة لو حطته على بطني حيشدلي بطني حيشدلي بطني حيشدلي بطني يبقى هو بديل التكمين بقى خاصة هو حيخسسني حلاقي نتيجة كويسة جدا يبقى طبعا نتيجته حلوة الجلوفيرم يا جماعة بيخسس بيعني بيحرق الدهون بيشيد السوريت والستريتش ماركس حتى الرقبة بيشد البشرة الجلد اه اوكي اقولك الحاجة فيه ناس تعمل دي تخالي بتحط حتتين كده على الوش بصي ما قالوا بيخسس انا بقولك بس الفعالية عندنا عاملة ازاي على الوش هيخسس الوش لا 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 مش هيخسس الوش ما هو هنا فيش ذهون ايه بصي هيبتقي محمر اهو 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 جروفيرم يا باشا احنا الحتت بتاعتنا كلها هتلاقينا فيها تلاتيج الحجات الحساسة ده بالزلط كده الابدريم بقى في الاخر تفهم ازاي؟ ده نسيته تعريمي اهو ولا نسيته ولا حاجة ادي الابدريم اهو موجود اهو الابدريم ده عبارة عن ايه بقى ها الموندويل كافيين دمسكون ارجان كاكاوة باتر الاستين عشان يعملك النورشنج الامتلاقي بتاع السادي الشاي باتر هيعملك الشكل الكيرفي فيه ناس باسها بتعمل ايه بقى على المنطقة البريستو المنطقة كيرفي بيستخدموا الجلوفيرم مع الابدريم ليه بقى؟ برضو هنا مفيش دهوم هو عشان احنا وقتنا طبعا يدوك المحمول اهو هو بس بيعمل امتلاق للمنطقة الالستادي والارداف احنا بنشكرك ونورتنا شكرا جزيزي موصفتي بجي جدا الله يخليك الله يخليك برضو ارجع تولوك يا برجع باجي عشان خطر حضرتك احنا بنشكرك طبعا ونورتنا شكرا اعزائي المشاهدين احنا معنا تقرير مهم جدا اقامت اكاديمية تايكونز بروشيكت مؤتمر ضخم تحت اسم سيب علامة وده طبعا للتعهيل الشباب المصري والعربي لاقوى صناعة حول العالم وهي صناعة الاونلاين بيزنس اللي طبعا جذب الانظار بشكل كبير في الفترة الاخيرة كمان بيهدف لمساعدة الشباب في تحقيق الارباح المادية غير الانترنت عبر الانترنت عفوا من خلال دراسة اسواء المال ومنصات السوشيال ميديا المتعددة وكيفية استخدامها ايضا تطوير الشباب من خلال عقد مؤتمرات تدريبية وورش عمل متعددة عشان يصبحوا من اقوى رواد الاعمال بالوطن العربي تعالوا روح نشوف التقرير ونرجعتين لحضراتكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بيز اوف لاين لبيز اون لاين والانهرده شايفين قصص نجاح كبير جدا عن الان بيزنس ومن هنا بدأ ان احنا فريق تايكونز ان احنا نقرر نعمل مشروع ان احنا نعلم ناس كتير جدا جدا ازاي يستغلوا السوشيال ميديا وازاي يستغلوا الان بيزنس ازاي يستغلوا تحليل اسواء المال ازاي يستغلوا الـ عن طريق نجد يوم كورسز تعليمية في الاكاديمية عندنا الهدف منها تعليم فقط ان احنا كمان بنهدف مش بس لتعليم الناس احنا بنكون عايزين ان احنا نخلق جيل كامل من رواد الاعمال جيل مش بس واقف معتمد على التوظيف لا يقدر ان هو يساعد البلد يساعد الدولة ان هو يعتمد على نفسه ان هو يخلق مصدر داخلي مختلف عن الوظيف الموجودة كمان بحيث ان هو يساعد نفسه ويساعد الناس كتير جدا حواليه ان هما فعلا يقدروا يعملوا حاجة كبيرة تحسن من دخلهم ويقدروا يخلقوا قصة نجاح اليوم وهو ده المعنى الحرفي البيزنس ريت الاعمال وده اللي احنا فعلا بناس عالية نهاردة احنا كنا حطين الخطة او البلان للشكل اللي انت شفتونه نهاردة ده من فترة واننا حطين بلان ان احنا هنقدر نساعد ناس زي ما انت شفت بعينك النهاردة شباب كتير كدان شباب صغير في السن وكمان شباب كبيرة وكمان ستات بيوت قدروا يوصلوا الليبل كويس جدا يعني فممكن اليوم النهاردة احنا نخططوه من فترة والحمد الله واصمة للنتاج اللي احنا كنا محتاجينه وفي الوقت اللي جاي احنا مكملين بنفس السيستم لان انا عندي دايما دايما نظرية كده ان دايما عشان توصلين النجاح انت عاد السيستم ناجح والسيستم resultados من انجح سيستم ممكن تيمشي عليه السيستم اللي خلى الناس اللي انت شفتيهام مهاردة ماشاء الله في النجاح اللي وصلو له قل ده اكيد احنا مكملين على نفس السيستم لحد مماصر كلها تعمل نفس اللي بنعمله بالظبط هذا جاء إن إحنا هنبتدي نعمل بلدينج جلوبال الحمد لله عندنا تيمز أو فرق في أكتر من دول في العالم كله الفترة الجاية الفول فوكس هيبقى على الميديل إيست أو الشرق الأوسط لأن فعلا الشرق الأوسط متعطش للصناعة زي دي أو متعطش لحاجة فعلا زي كده ممكن ساعد شاو كتير جدا أنهما يبتدوا يساعدوا نفسهم يعوين مصدر داخلي من خلال الصناعة معظم الناس خارجة متحمسة أنهما يعملوا حاجة جديدة ويعملوا يشتغلوا في مجال الانترابنيرشب أو مجالات الأعمال ويعملوا في بسم الخلال الانترنت فأنا نصيحتي للشباب اللي هما لسا بيستارتوا أو لسا بيبدأوا المجال ده أنهما يبتدوا يتعلموا جاست أن أنت أجرب مرة واثنين وثلاثة وغلط وتعلم بس أي حد هو محترف مجال معين في يوم الأيام كان هوي فيهفظ أن أنت بس جاستر تتعلم الأول وما تخافش أنك تغلط الحمد لله اليوم حده بنجاح عظيم جداً أنا يمكن بشكر ربنا ومجهود كل حد من التيم النهاردة على التعب اللي عملوا في بداية الحدث بتاعنا لحد ما وصل للنجاح اللي انت شفتو ده ويمكن دي بداية انطلاقة لأحداث أكبر بكتير جداً إحنا نشتغل عليها قدام كونسبت ريادة الأعمال هو كونسبت أنك تشتغل أونلاين كونسبت تشتغل من أي مكان في العالم دايما 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 أكتر حاجة هقولها لك أختاري الكمبيونيتي الصح أنك تشتغل فيه بمعنى اختاري الدايرة اللي تشتغل معاها الناس اللي تعلمك الناس اللي اتطورك الناس اللي فيديك ده حلو صبرت 24 ساعة والمجال اللي هتختار انك تنجح فيه حق نصيحة هنا لو انت فعلاً من جواك حاسب حاجة جداً خد الخطوة فيها وابدأ رتب لها قدام الموضوع حيمشي معاك بس على قواعد ثابتة وواضحة في البداية وده أكيد اللي يحترى معنا في تايكونز بروجيت اشتركوا في القناة